غزة لا تستسلم زملاء الشجعان في مستشفى جنوب غزة يعالجون الأطفال المحروقين بما لديهم من مراوح يدوية لتسكين الألم لا تتوفر مسكناتهم بسبب الحصار الإسرائيلي لكن شعب غزة الشجاع لا يستسلم بهذه الكلمات أشاد الطبيب النرويجي مادس جيلبرت بأداء الطواقم الطبية في غزة إصرارهم على البقاء في أماكن عملهم رغم استشهاد بعضهم لا يمكن وصفه قصة سمود الطبيب همام اللوح طبيب الكلة في مستشفيي الشفاء وشهداء الأقصى والذي استشهد في غارة إسرائيلية ليست الأولى ولا الأخيرة قبل استشهاده سألته صحفية أمريكية عن سبب عدم مغادرته المستشفى إلى الجنوب فرد إذا غادرت من سيعالج المرضى كما استشهد الطبيبان باسل ورائد مهدي وهما على رأس عملهما قبل استشهاده بثلاثة أيام كتب الطبيب باسل مهدي ما في حدا رح يموت ناقص عمر بس في ناس رح يتموت ناقص كرامة ناقص إنسانية ناقص مبدأ وفي الثامن من نوفمبر فجأ الطبيب الصيدلي إياد شقورة بوصول جثث أطفاله ووالدته وأقربه إلى المستشفى الذي يعمل فيه قتلت عائلته في غارة إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة الطباء ومصعفون يعملون في مستشفيات قطاع غزة على مدار الساعة في ظروف صعبة مع استهداف إسرائيلي ممنهج للمستشفيات ومحيطها يستقبلون مئات الجرح يوميا بسبب المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني المحاصر عمل بلا معدات أو مقومات تحت القصف والتهديد ومع استمرار الحرب لجأ بعض الأطباء إلى إجراء العمليات للجرح على ضوء الهاتف المحمول في ظل انقطاع الكهرباء والوقود عن المستشفيات